هل تعلم أن الطريقة التي تنام بها طوال حياتك قد تسهم في الإصابة بالاضطرابات العصبية؟ هل تخيلت يوماً أن وضعية النوم التي تعتمدها كل ليلة قد تؤثر على ذاكرتك وصحة دماغك؟ تخيل، لو كان سر الحفاظ على صحة الدماغ يكمن في تغيير بسيط في وضعية النوم النوم ليس مجرد راحة، بل هو أكثر أهمية مما تتصور فقد أظهرت دراسات حديثة وجود صلة بين خطر الإصابة بالخرف ووضعية النوم ربما تعلم أو لا تعلم أن أدمغتنا تنخرط في عملية تنظيف تتخلص من الفضلات الأيضية أثناء النوم يتم إنتاج السموم العصبية نتيجة لاستخدام أدمغتنا خلال النهار ويتم التخلص منها أثناء النوم حتى عام 2012 كنا نظن أن الدماغ هو العضو الوحيد الذي يعيد تدوير جميع فضلاته تقريبا بنفسه لأنه معزول عن باقي الجسم بفضل حاجز الدم الدماغ ولكن هذا الحاجز الذي يمنع السموم من الدخول إلى الدماغ يحجز السموم داخله أيضا في عام 2012 تم اكتشاف شبكة لنقل السوائل في جميع أنحاء الدماغ تعرف باسم الجهاز الجلينفاوي يمكن وصف الجهاز الجلينفاوي بأنه أنفاق مليئة بالسوائل تحيط بأوعية الدماغ الدموية مع كل نبضة قلب يدفع ضغط الدم السوائل عبر هذه الأنفاق لتنظيف السموم العصبية من الدماغ يعتبر نظام التصريف هذا أساسيا لصحة الدماغ والوظائف الإدراكية المثلى تشمل السموم العصبية بروتينات بيتا أميلويد ومواد كيميائية أخرى تؤثر سلبا على العمليات الدماغية إذا تراكمت لذا يجب التخلص منها عندما نكون مستيقظين تكون هذه الأنفاق غير نشطة لكن أكثر من 95% من نشاط الجهاز الجلينفاوي يحدث أثناء النوم لذلك النوم ليس مجرد راحة بل هو الوقت الذي ينشط فيه هذا النظام لتنظيف الدماغ نقص النوم أو عدم كفاية مدته أو اضطرابات النوم غير المعالجة مثل انقطاع النفس أثناء النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية على المدى الطويل تبدأ كفاءة عملية التنظيف التي تتخلص من السموم العصبية في التراجع في منتصف العمر عادة قبل 15 إلى 20 عاما من ملاحظة أي علامات مبكرة للتدهور المعرفي المرتبط بالأمراض العصبية الأشخاص الذين ينامون بانتظام أقل من سبع ساعات في الليلة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات معرفية مثل الخرف يحدث ذلك لأن الجهاز الجالينفاوي لا يحصل على وقت كاف لتنظيف فضلات الدماغ مما يؤدي إلى تراكم مواد قد تكون سامة للأعصاب مع تقدمنا في العمر يقل نومنا وتصبح شراييننا أكثر صلابة مما يقلل من النبضات التي تنشط الجهاز الجالينفاوي وهذا قد يفسر العلاقة بين الشيخوخة والخرف إلى جانب الحصول على قسط كاف من النوم يمكننا تحسين عملية تنظيف الدماغ من الفضلات من خلال الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة وممارسة التمارين الرياضية إذ تعمل الأنشطة البدنية على تحسين تدفق الدم وتعزيز وظيفة الجهاز الجالينفاوي مما يساعد على تقليل تراكم بروتينات الأميلويد وتحسين الوظائف الإدراكية بعد فهم أهمية الجهاز الجالينفاوي بدأ العلماء في استكشاف أفضل وضعية للنوم لتعظيم نشاط هذا النظام ومساعدة الدماغ في التخلص من الفضلات السامة مما قد يقي أو يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مستقبلاً أظهر الدراسات على الفئران أن وضعية نومها الطبيعية حيث تتكور على جانبها تسمح بنقل أفضل للجهاز الجالينفاوي مقارنة بالنوم على الظهر أو البطن يميل الناس أيضاً إلى قضاء معظم وقتهم في النوم على جانبهم وخاصة الجانب الأيمن مقارنة بالجانب الأيسر أو النوم على الظهر أو البطن قد يساعد النوم على الجانب الأيمن في تحسين تدفق الدم من الدماغ أثناء النوم عندما ننام على الجانب الأيمن يكون الوريد الوداجي الداخلي الأيمن وهو الوعاء الدموي الرئيسي في الرقبة الذي يصرف الدم من الرأس مفتوحاً تماماً وضعية النوم قد تؤثر على مستوى خطر إصابة كبار السن بأمراض عصبية مثل مرض ألزهايمر وفقدان الذاكرة في الواقع النوم في وضعية الاستلقاء على الظهر مع مستوى الرأس موازياً للجسم لأكثر من ساعتين في الليلة يزيد خطر إصابة كبار السن بالخرف أربع مرات بغض النظر عن العمر أو الجنس أو الشخير أو التشخيص بانقطاع النفس أثناء النوم يبقى هذا الخطر المرتفع للإصابة بالخرف ثابتاً ترتبط مجموعة واسعة من أنواع الخرف بالطرابات النوم مثل الأرق أو صعوبة النوم وهذه الاضطرابات تسرع بشكل كبير فقدان الذاكرة لدى كبار السن المصابين الأشخاص المصابون بأمراض تنكسية عصبية مثل ألزهايمر يميلون إلى النوم أكثر على ظهورهم مما قد يعيق تصريف الجهاز الجالينفاوي وجد الباحثون أن حوالي 72% من الأشخاص المصابين بالخرف يقضون ما لا يقل عن ساعتين في الليلة نائمين على ظهورهم مقارنة بـ 37% من الأشخاص ذوي الأدمغة السليمة ينصح كبار السن الذين ينامون على ظهورهم بتغيير وضعية نومهم المعتادة الهدف أثناء النوم هو تحسين تدفق الدم وتشبع الأكسجين في الدماغ وهذا يتحقق بشكل أفضل عندما يعتاد كبار السن النوم على جانبهم ويفضل الجانب الأيمن بالإضافة إلى فوائد الجهاز الجالينفاوي يوفر النوم على الجانب فوائد أخرى مثل الحفاظ على استقامة العمود الفقري والمساعدة في الهضم كما يوصى بالنوم على الجانب أثناء الحمل خاصة في الأشهر الأخيرة حيث يساعد النوم على الجانب الأيمن في تخفيف الضغط على الأعضاء الداخلية وتعزيز تدفق الدم الصحي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم يساعد النوم على الجانب في تقليل الشخير ومع ذلك لا يزال هناك الكثير لنتعلمه حول الجهاز الجالينفاوي والعلاقة بين النوم والأمراض العصبية التنكسية بينما قد تكون هناك وضعية نوم أكثر فائدة إلا أن البعض قد لا يشعر بالراحة في تلك الوضعية لأسباب مختلفة إذا كان الأمر كذلك فلا داعي للقلق فقط حاول إعطاء الأولوية لنوم جيد إلى جانب وضعية النوم هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكن أن تساعدنا في الحصول على نوم أفضل وأكثر راحة من أهمها الابتعاد عن استخدام الهاتف الذكي في السرير أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية قبل النوم يعانون من جودة نوم أسوأ مقارنة بالأشخاص الذين لا يستخدمون أجهزتهم قبل النوم المشكلة الحقيقية تكمن في الضوء المنبعث من الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية حيث يؤثر سلبا على جودة النوم ثانيا تجنب شرب الكحول قبل النوم على عكس ما قد نعتقد فإن الكحول يضر بجودة النوم لأنه يحرم الجسم من نوم حركة العين السريعة رام والمراحل العميقة الأخرى من دورة النوم التي تضمن الاستيقاظ بشعور بالراحة ثالثا ممارسة الرياضة بانتظام بالإضافة إلى جميع الفوائد الصحية الأخرى التي نعرفها تساعد التمارين المنتظم على تحسين جودة النوم تقليل الاكتئاب وزيادة الطاقة إذا كنت تجد صعوبة في ممارسة الرياضة قبل النوم جرب الجري في الصباح أو حضور درس يوغا وقت الغداء لا يهم متى تمارس الرياضة طالما أنك تمارسها بانتظام رابعا ممارسة التأمل يعد التأمل المنتظم أداة فعالة لمكافحة الأرق السبب الدقيق لذلك لا يزال غير مفهوم تماما من قبل العلماء لكننا نعلم أن التأمل يرسل إشارات إلى الجهاز العصبي السنبثاوي المسؤول عن استجابة القتال أو الهروب تأمره بالاسترخاء هناك العديد من الطرق للحفاظ على صحة الدماغ لكن النوم يأتي بشكل طبيعي دون أي مجهود احرص على الحصول على نوم جيد ليلا وحاول تحسين جودة نومك للحفاظ على صحة دماغك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية في السنوات المقبلة النوم استثمار في صحة دماغك لذا تأكد من الحصول على قسط كاف من الراحة ليعمل دماغك بأفضل حالاته إذا وجدت هذا الفيديو مفيداً لا تنسى الإعجاب به والاشتراك في القناة يمكنك أيضاً تشجيع الآخرين على العناية بصحة دماغهم بمشاركة الفيديو نراكم في المرة القادمة